من باب التعليق على الاحداث اللي فاتت الاعلام وبرامج التوكشو في مصر مش لقين مشاكل وعزمات للمواطنين راحت اتجهت طبعا خلاص للرياضة وقرة القدم طيب الاعلاميين بتوع الرياضة والقنوات الرياضية هيشتغلوا ايه بالزبط لما نقدمي برامج التوكشو السياسي هم اللي يستضيفوا اللعبين ونجوم الرياضة وراجبين الترند زي ما بيقول يعني بعد حلقة شيكبالا مع عمر اديب وردود الافعال القوية علشان الحلقة واللي تقال فيها من تصرحات من كابتن نادي الزمالك شيكبالا الاستاذ احمد موسى قرر ان يرد بطريقته وكل شيخ لطريقة راح هب جاي بالكابتن سيد عبدالحفيز اخويا طبعا وحبيبي وزميل الملاعب المحترم ودير الكورة بالنادي الاهلي الحلقة كان فيها مواضيع اه وكلام كتير قوي مهم طبعا لجمهوري الاهلي وعشاؤه بس لفت نظري بعض الامور اللي قالها الكابتن سيد وحبيب اه علق عليها من اه وجهة نظري بطريقة اللي سفصر مش اكتر واه اه اول حاجة قبل منسى من جمهوري الاهلي اخواتنا وحبيبنا كلهم ما كانش عجيبهم طبعا حلقة شيكبالا وقالوا اه انه عمال يتكلم عن الاهلي طول الحلقة طيب ما كابتن سيد عبدالحفيز طول الحلقة بيلقح ويرمي على الزمالك صحيح مما جابها الصريحة في بعض الكلام بس كلنا فاهمين وعارفين ان في الكلمة دي يقصد الزمالك وكلامه عن البطولة دي بيرمي بيها على الزمالك صح يا جماعة ولا انا بتهيالي اكيد الكلام ده مش هيعجب بعض الاهلوية وطبعا والسباب هيشتغل على طول تعالى تمر عبد حميد يعني المهم نرجع لموضوعنا كابتن سيد قال ان الاهلي دخل في سبع بطولات كسب منهم ستة وخسر واحدة بس يعني ستة واحد طيب يا كابتن سيد ممكن نعرف منك ايه هي البطولات دي لو الدوري هم النسختين الاهلي بطل نسخة والزمالك بطل نسخة لو افريقيا ماشي معاك البطولتين من السنة اللي فاتت والسنة دي لو الصبر الافريقي معاك بطولة والتانية لسه ما تلعبتش لو الصبر المصري مش معاك ولا بطولة لسه زمالك آآ بطل آآ النسخة اللي فاتت والتانية لسه هتلعب آآ لسه هتلعب الجيش طيب كاس مصر معاك بطولة والتانية لسه مستمرة والزمالك سبقك في الاطوار وصل لنص النهائي وهيلعب اسوان يعني حصوصه اكبر مع كل الاحترام لفريق اسوان آآ والاهلي لسه عنده مشوار صعب مع انبي وبعدين الفايز من برامد زوسموحة وبعدين بترجد آآ يعني مشوار طويل طيب كاس العالم للاندية ما كستهاش يعني وحققت للمركز التالت مش البطولة مع تقدير طبعا للانجاز بالفوز بالمدالية البرونزية بس في النهاية مش الاهل البطل طيب آآ قول لي فين بقى وانا شرحت اهو كل البطولات اللي الاهلي دخل فيها هنروح للنقطة التانية آآ قلت الزمالك كان بيحقق بطولة افريقيا علشان الاهلي مش بيشارك او بينسحب من آآ تلاتة وتسعين لحد ستة وتسعين طب اقول لك على حاجة كابتن سيد موسم انارجي على ورشة موسم اتنين وتمانين تلاتة وتمانين كان المقاولين العرب هو البطل الدوري والاهلي هو بطل افريقيا اتنين وتمانين تلاتة وتمانين موسم تلاتة وتمانين اربعة وتمانين الزمالك بطل الدوري هو بطل افريقيا موسم سبعة وتمانين تمانية وتمانين الزمالك هو بطل الدوري والاهلي بطل افريقيا سبعة وتمانين وقبلها الزمالك بطل الدوري ستة وتمانين موسم تلاتة واتنين وتسعين 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 من الزمالك هو كان بطل الدوري هو بطل افريقيا. والاهل لعب في بطولة افريقيا ابتالكو سنة تلاتة وتسعين وحققها. يا كابتن سيد ما كانش منسحب. وفاز في النهائي على اه تقريبا افريقا سبورت بهدف عدل عبدالرحمن من ركل الجزاء. وقبلها تعادل مع اسك اباجان واحد واحد بهدف اه محمد عبدالجليل. كمان حبيب ارد على حد كانت بالتالية وقالي ان الزمالك كسب بطولتين على حساب اه النيجيري. وان ده فريق ضعيف محققاش البطولة قبل كده. طب تعرف ان اه ده كان بيلعب كان بيلعب له رشيدي يكين النجم الكبير. وكان وايام دي احسن لعيبة موجودة في نيجيريا طبعا في الوقت ده كانوا بيلعبوا لشترونج ستارز النيجيري. فبلاش نقول كلام اه احنا مش فاهمينه او عارفينه كويس. تالت نقطة. اه كابتن سيد قالي ان الاهلي مفيش فيه اي تجاوزات بتحصل ولا مشاكل ولا خلافات بين اللعيبة. كابتن السيد ان النادي الاهلي نادي كبير وعظيم. وكل حاجة. بس مش المدينة الفاضلة. يعني المشاكل بتحصل عادي زي اي مكان في العالم. وممكن اه تشوف مثلا مشكلة اه اللي حصلت بين واقي الجمعة واحسام غالي. اه طيب مشكلة الجمهور مع احسام غالي ودخلهم الملعب التيتش والفيديو والصور موجودة على السوشال ميديا. ولا ليه اصلا كهرباء تم توقع عقوبة عليه من فترة وصلت تقريبا الى مليون جنيه زي ما اسمعنا. يعني المشاكل بتحصل عادي اهو وبتعدي. اخر حاجة بقى هنتكلم فيها هي اه نقطة ان الاهلي متفوق ومش بيخسر خالص اخر عشر سنين من الزمالك الا آآ مرتين. وآآ طيب يا كابتن سيد آآ لسه الزمالك كسبان السوبر المصري من الاهلي في الامارات. اخر عشر سنين يا كابتن سيد الزمالك فاز بكاس مصر مرتين الفين وخمستاشر والفين وستاشر على حساب الاعلي. اتنين صفر وتلاتة واحد. آآ وكسب كمان اه اتنين سوبر من الاهلي الفين وسبعتاشر والفين وعشرين. ده غير آآ فوزه في الدور مرتين مرة اتنين واحد ومرة تلاتة واحد. يعني العملية قريبة مش بعيدة. صحيح ان فيه تفوق آآ كبير آآ في الدوري بس الزمالك متفوق في كاس مصر اخر عشر سنين. والاهم ما اكسبش الزمالك خالص في كاس مصر اخر آآ نهائيين باين تقريبا. في النهاية كل ديف حر في اللي بيقوله. وكل النجم من حقه يتكلم عن فريقه ويفخم وينجم فيه. بس بلاش المصطلحات المطاطية دي اللي بيقولوا عليها. واللي بتدخدق مشاعر الجماهير بتخلجه تبقى ترند سواء هنا او هنا.